إذن نستعرض أبرد الاتفاقيات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل في هذا الجانب من حيث الأرقام والمستهدفات والقطاعات الأكثر ربما بين الطرفين فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمياه والصناعة وكل هذه التفاصيل وأين وصل حجم هذه الاستثمارات وما هو المستهدف من وصولها بعد مضي عام يأتي ذلك في ظل أول زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات إسحاق هارتسوش الذي وصل إلى دولة الإمارات كيف تبدو العلاقات الاقتصادية إذن بين الإمارات وإسرائيل بعد أكثر من عام على توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام دعونا نستعرض ذلك بالمؤشرات والأرقام فيما يتعلق بأبعاد هذه العلاقة والقطاعات المستهدفة أيضا في هذا الاتجاه يعني بعد عام على توقيع هذا الاتفاق الإبراهيمي توقيع ستين اتفاقية رئيسية يعني حزب المصادر الإماراتية حجم التبادل التجاري غير النفطي يصل إلى 700 مليون دولار ما هي القطاعات المستهدفة بالتعاون الزكال الصناعي الرأي الصحية العلوم والتكنولوجيا الزراعة الحديثة اللوجستيات والنقل الطاقة والبيئة هذه هي أبرز القطاعات المستهدفة بينهما بعد الاتفاق الإبراهيمي إذن دعونا نتحدث في النصف الأول من 2021 حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وصل إلى 600 مليون دولار وتوقعات أن يملك حجم التجارة بين البلدي 2 مليار دولار في عام 2022 هذا استهداف لهذه الأرقام وبحلول العام 2021 الإمارات تستهدف نشاطات اقتصادية بحجم تريليون دولار مع إسرائيل إذن دعونا أيضا نقلب في هذه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل فيما يتعلق باستثمارات في قطاعات النفط والتكنولوجيا بين البلدين شركة مبادرة للاستثمار في أبوظبي تستثمر بنحو 20 مليون دولار في 6 شركات رأس مال مغامر في إسرائيل أيضا شركة مبادرة للبترول تشتري حصة 22 في المئة بمليار ومئة مليون دولار في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر المتوسط واستثمارات مبادرة تصل إلى 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي هذه هي أبرز المجتهدفات من قبل شركات إماراتية في إسرائيل وهذه هي ملامح الشراكة الاقتصادية بين البلدين الاستثمار في قطاعات استراتيجية في مارس 2021 إنشأ صندوق بقيمة 10 مليارات دولار الهدف هو الاستثمار في قطاعات اقتصادية المياه والتصنيع والطاقة تكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية هذه هي أبرز القطاعات المستهدفة قيمة التجارة البينية نتحدث عن 3.5 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2021 إذن هذه هي الملامح للاتفاقات والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل في ظل هذه الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات ترجمة نانسي قنقر